تمر السنوات اتباعا ولا تغير في أوضاع السوريين الذين يطحنون في رحل أزمة السياسية والحرب التي يشنها النظام عليهم على حد سواء مؤيدين ومعارضين وأن اختلفت أشكالها منذ عام 2011 أكثر من مليونين ومئتي ألف سوري بحسب برنامج الأغذية العالمي ينضمون إلى قائمة الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في بلاد أصبحت مسرحا لصراع دولي بعدما استدعى النظام فيه حلفاءه لدعمه وما لبث أن سلم البلاد لهم الأزمة الاقتصادية الحادة فاقمها تفشي فيروس كورونا الذي أتى مع عداد الوافدين الكبيرة من الميليشيات الإيرانية وميليشيات الحجد القادمة من العراق وسرعان ما تحول إلى وباء كبير يحصد أرواح مئات السوريين بصمت دون اكتراث النظام الذي يتستر عن أعداد الضحايا والمصابين وسط إهمال طبي متعمت فضحاه الكشف عن مصابين من وفد النظام في مواحثات اللجنة الدستورية الأخيرة في جونيف على الطرف المقابل في مناطق سيطرة المعارضة السورية ليس الحال أفضل مع آلاف العائلات التي لم تجد إلا ظل أشجار الزيتون لتكون سقفا لها مع تدمير واسع لحق بمناطقهم ومن كان أفضل حظا جلس بلا ماء وكهرباء في خيام تمزقها رياح التهجير القاسية سياسيا ومع إجبار وباء كورونا البلاد على أخذ إجازة أوقفت الحرب المستعرة التي مافت النظام وحلفاؤه يلوحون بها ضد إدلب والشمال السوري لا تبدو الأمم المتحدة قادرة حاليا على إنجاز حل يخرج البلاد من عنق الزجاجة حيث غرقت بتفاصيل اللجنة الدستورية التي لا تزال تراوح مكانها بينما يبقى إعلان أطراف مجموعة عمل أستان الأخير من الدول الراعية وعلى رأسها روسيا التي تحدثت عن التزامها بسيادة ووحدة سوريا مجرد إعلان لا أكثر في وقت تبحث البلاد عن هويتها الضائعة وسط أنقاض الدمار التي تخضبت بدماء السوريين